شارك الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في أشغال القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لتمثيل الجمهورية الصحراوية وقالت وكالة الأنباء الصحراوية أن تواجد الجمهورية الصحراوية في القمة يكتسي طابعا هاما من الناحية القانونية خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية في أفق قرار محكمة العدل الأوروبية المرتقبة لكونها أكبر ضربة لمشاريع الاتحاد الأوروبي التي تسعى للالتفاف على سيادة الشعب الصحراوي وعلى ثرواته من خلال مواصلة نهبها مع الاحتلال المغربي لخيراته